انا بكم من جديد في حسا مغاربية مرة أخرى تطفو أزمة القضاء أو القضاء التونسي حيث أعلن المجلس الأعلى للقضاء أو للقضاء رفع الحصانة عن آنس الحمادي رئيس جمعية القضاء على خلفية إضراب شهر يونيو الذي عطل عمل المحاكم وجاء قرار رفع الحصانة عن رئيس جمعية القضاء بطلب من وزيرة العدل ليلى جفال التي كانت أمرت بفتح تحقيق إداري ضد الحمادي من جهتها سنكرت جمعية القضاء هذا القرار واعتبرته ضربا لحرية العمل النقابي وتطبيقا لسياسة تكميم الأفواه يبدو أن أزمة القطاع القضائي لم تنفرج بعد حتى بعد إصدار الدستور الجديد وتحديد مهام الوظائف داخل الدولة حيث عاد الجدل مجددا بعد رفع الحصانة عن رئيس جمعية القضاء جمعية القضاء التونسيين أنس الحمادي بناء على شكوى قضائية بتسببه في تعطيل عمل إحدى المحاكم أثناء إضراب القضاء في شهر يونيو الماضي هذا الإجراء التأديبي رفضته جمعية القضاء التونسيين مؤكدة أنها خطوة تصعيدية نحو ضرب العمل النقابي وتكميم الأفواه قبل الانتخابات التشريعية هذا الإقاف لرئيس جمعية القضاء يأتي في إطار تواصل الأزمة أزمة القضاء التونسي وهي الأزمة القائمة في الواقع بين رئيس الجمهورية والقضاء من جهة وهذا يدفع إلى التساؤل على التطورات المنتظرة في الفترة القادمة والتي أصبحت مفتوحة على كل الواجهات تقريبا يعني إمكانية تحرك القضاء رغم أن الدستور يمنع حق الأذراب لكن هذا التحرك يمكن أن يكون بأشكال أخرى ومن جهة أخرى ينتظر القضاء التونسيين أعلان الحركة القضائية الجديدة مع عودة العمل للمحاكم إثر أشهر من الصدامات والخلافات مع الرئيس قيس سعيد غير أن عديد المخاوف تثار حول هذه التعديلات التي قد لا ترضي أغلب القضاء خاصة وأن الرئيس سعيد كان قد أعفى منذ أشهر 57 قاضيا بتهم الفساد كخلاف بين المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وبين رئاسة الجمهورية حول طبيعة هذه الحركة ويبدو أن الأيام القادمة ستشهد تصعيدا في هذا المجال خاصة من رئيس الجمهورية ربما تصدر الحركة من رئيس الجمهورية وليس من المجلس الأعلى للقضاء ووفق الدستور التونسي الجديد يمنع على القضاء التونسيين خوض أي إضرابات من شأنها تعطيل عمل المحاكم وتأجيل المرافعات تعود أزمة القطاع القضائي إلى الواجهة في تونس بعد رفع الحصانة عن رئيس جمعية القضاء التونسيين ما قد يثير مزيدا من الجدل والخلافات والصراعات بين رأسي السلطة القضائية والتنفيذية سيما وأن الدستور الجديد لتونس يمنع حق الإضرابي في القطاع القضائي نجلاء أبو خريص الغد تونس ينضم إلينا من تونس السيد عبد الحميد بن صباح المحامي والباحث القانوني أستاذ عبد الحميد بن صباح أهلا بك على شاشة الغد في حصة مغاربية إذن كما تعلم جدل للآن في تونس بعد رفع الحصانة عن رئيس جمعيات القضاء سيد أنس الحمادي كيف ترى هذه الخطوة وكيف ترى تداعياتها أعتقد أنها خطوة إضافية في طريق تعكير المشهد القضائي المعكر بطبعه والذي قد تنظف إليه حلقة جديدة في الأيام القليلة القادمة بالنظر إلى أننا تقريبا رغم مرور أسبوع أو أسبوعين على انطلاق الصنة القضائية ما زالت الحركة القضائية لم تصدر وصدرت فقط ما يمكن أن نعتبرها حركة جزئية بتسمية القضاة الجدد عشرات الوظائف القضائية المهمة ما زالت إلى الآن شاغرة عشرات القضاة ممن قدموا مطالب ترقيات أو نقل لم يستطيعوا إلى حد الآن أن تصدر الحركة فتنصفهم أو تمكنهم من الإجابة عن مطالبهم سلبا أو إيجابا انضافت إلى كل هذا التعكير في مستوى المشهد هذه الإضافة عبر رفع الحصانة عن رئيس جمعية القضاة التونسيين بواقع لها الصلة بإضراب الذي حصل في شهر جوليا الماضي ولا نعلم أي تدعيات قد تكون له في الأيام القليلة القادمة جمعية قضاة تونس تعتبر القرار ضربا لحرية العمل النقابي حذرتك كمحامي كرجل قانون كيف تعتبر هذه الخطوة رفع حصانة عن رئيس القضاة من الناحية المبدئية فأعتقد أن القاضي ليس فوق القانون والقاضي أيضا يجب أن يحاسب إذا ما أخطأ ويتطلب الأمر مسألة إجرائية تتمثل في رفع الحصانة عنه حتى تتم تسويته بباقي المواطنين أمام القانون ويمكن مساءلته لهذه الواقعة بالضب بالذات أعتقد أن الحكم لها أو عليها يتطلب دراسة الملف والطلاع على حيثيته هناك روايتان الرواية الأولى هي رواية السلطة التنفيذية ورواية وزارة العدل التي ذكرت أن سيد أنس لحمادي قد عطل سير جلسة ما وقد دخل إلى قاعة الجلسة ومنع أحد الساد القضاة من أن يسير جلسته في المقابل هناك رواية مقابلة تقول إنه فقط مارس دوره النقابي الموكول إليه بحكم أنه مؤتمن على مصالح القضاة وبحكم أنه منتخب لخدمة القضاة وبالتالي فمن حقه أن يمارس دوره النقابي الذي من بينه دعوة منظوره إلى تعليق العمل الجهة الوحيدة التي يمكن أن تفصل أو أن ترجح رواية على أخرى هي الجهة المختصة سواء إداريا عبر تفقودية وزارة العدل أو قضائيا عبر القضاء المختص طيب هل نتوقع أي خطوات تصعيدية الآن من جمعية القضاة؟ أعتقد أن تعقيدات المشهد في المرحلة القادمة تقلس من هامش الحركة أمام جمعية القضاة وأمام القضاة على العموب بالنظر إلى أن القضاة يعلمون يقيناً أن الدستور الجديد يمنعهم من الإضراب ويعلمون أيضاً يقيناً أن رئيس الجمهورية سيكون صارماً ويطبق القانون كما ورد عليهم وفي نفس السياق فلا أعتقد أن القضاة أيضاً سيقبلون بأن يحصل أمر أو يحصل مكروه إداري أو جزائي لرئيس جمعيتهم أعتقد أن المشهد ستتحدد ملامحه بالنظر إلى التعاطي القضائي مع ملف السيد أنس لحمدي إن كان الأمر سيكتفى بالتتبع الإداري أو بالعقوبة الإدارية فلا أعتقد أن له تداعيات إذا ما زاد على ذلك فننتظر رد فعلاً من القضاة وربما يكون هناك احتجاجات ربما لا ندري ما تكون ردة فعل القضاة طيب هل ترى ربما قد يعود تعود الحصانة إلى رئيس جمعية القضاة؟ المسألة من الناحية القانونية محسومة هو ترفع الحصانة عنه ليقع سماعه أو استنتاقه بالنسبة إلى الواقع موضوع الشكاية أو موضوع التتبع وبعد ذلك تعود الحصانة آلياً إلى القضي الذي إلا إذا ما صدر في شأنه حكم جزائي وتلك مسألة أخرى إذن المسألة ليست بالجسامة التي يراد لها أن تصور ولكن من الناحية الرمزية ومن الناحية القيامية فإن آثارها تتجاوز آثارها القانونية أو آثارها الواقعية والفعلية بالنظر إلى أن كما قلت رفع الحصانة هي مسألة محدودة من الناحية الزمنية ومسألة مرتبطة بهذه الواقع التي حدثت في إحدى المحاكم دون سواها وستعود الحصانة إلى صاحبها بمجرد كما قلت مضي الزمن والتحقيق في الواقع شكراً جزيلاً لك الأستاذ عبد الحميد بن مصباح المحامي والباحث القانوني على كل ما تفضلت به كنت معنا من تونس ترجمة نانسي قنقر